اشتركوا في القناة اكساندرا بانوفا بمجموعتين لواحدة ستة سبعة ستة ثلاثة وعشرة ثمانية انا سعيدة بفوزي وبكل ما حققته كان اسبوعا ممتعا واتطلع للدوري المقبل كان الامر صعبا اكيد مباراة قوية نيكولسكو لاعبة قوية جدا ومختصة في الزوجي كان الامر صعبا نزال امريكي ايطالي افرزته مباراة نصف النهاية بين الامريكية كليغليو والايطالية مارتنا تريفيزانا في اول مشاركة لها في الدوري تمكنت ليو المصنف 92 عالميا من بلوغ النهائي دون كبير عناء مستفيدة من انسحاب منافستها المجرية انا بوندارا المصنفة خامسة في الدوري بسبب الاصابة لتخود ثاني نهائي لها بعد التتويج بلقب لغغدير بباريز بداية الشهر الجاري في نزال ايطالي خالص حجزت مارتنا تريفيزانا المصنفة 85 عالميا بطاقة العبور الى النهائي على حساب مواطنتها لوسيا برونزيتي بمجموعتين نظيفتين بعد ثلاث مشاركات لها في البطولة تمكنت تريفيزانا من بلوغ الدور النهائي لأول مرة بعد تفوقها على برونزيتي بواقع 63 و63 لتخوض اول نهائي لها هذا الموسم بحثا عن اول لقب سعيدة بفوزي اليوم هو اول نهائي لي هنا بالربط جزء مني حزين على هزيمة لوسيا هي صديقة المقربة اسفة لأجلها لكني سعيدة بخوض النهائي غدا لا اعرف لي ولم اشاهد مبارياتها من قبل لكنني سافعل اليوم رفقة مدربي لاعداد الطريق المثلى للنزال غدا وساقدم افضل ما لدي هي اذا مواجهة امريكية ايطالية بين لاعبتين تتقاسمان الطموح ذاته التتويج بلقب النسخة العشرين من الجائزة الكبرى للمريم للتنس نجا صوف انتظر على انتظر انتظر شكرا